مين موحدة بتولد على خمس سوشل في بنت عشريني موسيقى؟ مين؟ في مؤجزات بتحسحة مؤجزات تحسحة مؤجزات تحسحة هو كان العلاقة ما بينها وما بينها عمها لا اقسملك بالله العظيم تلاتة البابش في البلد من حيها تاخد اي مودهب وموتها مع واحدة زانية اه؟ يعني تبقى زانية وعلى ستين سجن وادفع لها نافع انخدت بالفعل اه دزال اه دزال انسان يرقل وانسان مكبول يديرات بنت مش نجد اعزائي مشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات بالنموتكم ساعة معنا زي ما احنا عارفين برنامج مختص بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اختار تعالوا نشوف القضية البشعة دي اللي فيها الزوجة لم تراعي ربنا او تراعي انها تحافظ على عرض وشرف جسه وللأسف فوجع الزوج بعد ما سافر ورجع الى دول العربية اللي بيشتغل في السعودية انه مراته بعد اخر خمس شهور كانت معاها بيقول له انا خلفت والف مبروك والزوج يفرح ويسعد لما انه الكافير السعودي يقول له يا عم ازاي مراتك بقولها انت مقعدتش معه لخمس شهور ازاي اصلا يحصل حمل هنا كانت الجريم البشعة اللي هنعرف تفاصيلها دلوقتي من الحج موازك اهلا بك حج عامل ايه اخبارك الحمد لله الحمد لله انت بصحتك والحمد لله انت ليس وقف على رجليك دينامة كبيرة الصحة يبقى وقف على رجليك الحمد لله الحمد لله انت خلي بالك انت محدش يقدر يكسر عينك ومحدش يقدر يخلي راسك في الارض لان انت جلبية كانت وسخة سهل جدا انت تخلاحها وترميها بس احنا عايزنا عرف دلوقتي انت متجاوز بالك كم سنة المتجاوز في ثلاثين ثمانية 2005 2005 يعني متجاوزها بالك دلوقتي 13 سنة ولا كم يعني 16 سنة اه خلفت منها ابنك كبير خلفت منها ابنك كبير احمد وكنت كل سنة بالسافر وتوحي السعودية تقدر دي وترجعها يعني كنت بعود سنة سنة وثلاثة شهر ما كانش بتشكيلك انا مش هادر على فرايك انا محتاج يا راجل انا بيجي الليل علي بابو عاملة زي المجنونة انا محتاجك ما كانش بتشكيلك لا بالعكس داني اخر مرة نزلت فيها 22 2016 وكنت نزل وكنت نزل وارجع تاني اه هي عادة التحاول اللي معايا وقعتلي لما قالتلي طبعا انها حامل قالت لازم ان ترجع والعيال لزوه صغيرين وانت لسه صغير ما التشكيبير لا انت كنت نزل وترجع وتستكر وتقعد جنبية هي لقيتلك لا انا كنت نزل قاعد قالتلك لا والله ما كنت راجع تاني مش عايزك تقعد عايزك تسافر فنزل عشان اعود لتالي انها حامل ما عادش بسافر تاني خلاص عن النفر تعب وكده قالتلي العيال لسه صغيرين وانت هتعوز بلوقتي في سينك ازاي يا ابوهاي كانت بيسافر لعمر 62 سنة وقال لوله ما عمر وصل وانت لست شاب بيسافر واشتافر وانت لست شاب بيسافر واشتافر لوله ما عمر وصل 2 و 6 سنة وكان زلوم اكبر كان زمن حد النهاردة بيسافر انت شباب وكده وخلاص يسافر ما لاحستش انها بتأخر في الليل شوية بتروح وتديت من غير ما تقولك التليفونات بتجي لها ومبالات شغالة فيديوهات ورأسائل وواتسوب ما لاحستش حاجة؟ في السعودية لاحزت في حاجة مثلا لما عرفت ان خليفت لا سبق من قبل الموضوع انت رحت للسعودية وعرفت ان اخليفت في فترة وجودك معاها في البيت لا ما لاحزتش حاجة بس نقول لحضرتك الحاجة رجل من مصر طيب لما عرفت موضوع الـ 15 و 28 يوم دي لها بالقلية نفر زهل انت ما عرفتش ده كيفيه هو اللي قيلك بل ما ابتدت ادور في التليفونات شفت مكالمات ليه تلاحى مكالمة مع اختها بتقول لها انت بتكلمني من تليفونات ليه قاتل لها ما تخافيش التليفونات بتسجنش قلت لها بقولك ما تتكلمش وبه ممتاليفوناتاني قاتل لها تخافيش ما تتليفوناتسجلش يعني فحصت وما بيسجلش التليفونات كان تليفونات مين دا؟ كان بكلمة اختها من تلف ونان طب ايه المشكلة ايه المشكلة في التلفزكيلة المكلمة دية بقى يعني رجعت حاجات كتير في دماغي يعني معنى ذلك ان اختها كانت عارفة وفعل ان اختها كانت عارفة بدليل انني يا سيد حنفي طبيبي العيلة عندنا الرجل محترم كل حرم العيلة بروح له سواء الاخوات او حرم اخوتي وهي لما نزلت من السعادية في 2009 رحت له ولدت عنده المرة دية مرضتش تروح له مرضتش تروح له خالص لما قالتلي انها حامل بعد اسبوع فقلت لها طبيعا نروح للدكتور فقلت لي ايه اخت جاية وراحل للدكتور قلت لها ماشي فقال مما رحت للدكتور الله ان رحم الدكتور محمد العزيوني راجل محترم جدام فقلت له فبقول لها رحت للدكتور فقلت لها ماشي اني جاي معك المرة جاي قالت لها ده الدكتور لا بدخلش رجان يا اخذ مرات يقول لي خليك برا هنقولك 200 سر انا ومراتك يدخل حريب لان اللي عنده منقبات بالصراحة انا قلت ان كان ماصر بازا السعودية ولا ايه السعودية عندك ممنوع احنا انا حتى لو في السعودية ما باش ادخل مراتي الدكتور وبقى انا وعب بر شكل مش حل هناك في السعودية تكترة اه ستات فاني ماخدتش ودت والله طيب طيب اه فراحت حتى لما قلت لها لا اروحي للدكتور اسامة قلت لها ما بارتحش ليه مش حايفة حصلت مشكلة بعد اتجبت خلها واجبت نص مقريني فبقولوا لي اه في ايه ارتنم والله ده واحد اتنين ثلاثة انا راحة تروح للدكتور اسامة قلت لها راحة للدكتور اسامة قالت لي انت اخواتي بقى لان انت مالك انت صحيح هي الوحدة بقى انا راحة التروحة اللي بترتحل بترتحل اه اه فهي راحة للدكتور فخلاص طيب انا بس اعزة سؤالة انت ازاي نزلت مصر في اجازة ورجحت السعودية وفي خلال خمسة شهر بعتلك بتقولك انا ولدت انت ازاي مستوعبتش الموضوع ده وازاي فرحت وغيست وقلت فرحام ومسك صورة البيت البوز فيها ويا مش بنتك اه ازاي خمسة شهر دي معرفتهاش والله انا بقولت بنتي سبعة وحتى لو سبعة بخمسة شهر ما جت ادور فعلا نازل خمسة شهر البصفورتات اعزة المشاهدين هاي فيها التواريخ فعلا خمسة شهر وثمانة ايام خمسة شهر وثمانة ايام بالظبط ورجحت اعادت عشرين يوم يعني ما ينفعش تعاف لو كان موجود هنا ده الجوازات ما عادش بالخمسة شهر وثمانة ايام ازاي ولدت تسعة شهر ده منطلع شهر التحرقات منطلع شهر التحرقات بنيت امت ومشي تهمت اما ليه؟ تمام الكافيل اكتشف الموضوع ده وقالك وانت ما اكتشفتوش قالك الكافيل الكافيل قال لي ازاي موازن الحرمة هما بقولوا هناك ازاي ان الحرمة وقلت له الله يا عبدالله انا مش عارف انا رحت الدكاترة كتير ومسألت امم والله الراجل نزل مراته راحت لدكاتر اتنين ساعة خوط الصورة اللي مراتك بعتقالك واحد ساعة الدكاترة في السعودية ازاي يا مراتي انا من ساعة ما كنت معاك فاول لقاء عملته معاك كحق الزوج على زوجته وما فاتش غير خمسة شهر وثمانة ايام ازاي ولدتي؟ اعرفت بقى لما خلانا اتأكدوا انزل الارف عاضية لما طالبت منهم شهد الدكتور وماردوش يبعدوه مراتك مراتش تبعتها مراتش تبعتها فالدكتور صلت على الدكتور عندنا في البلد قال لي ياب ننزل جواز الصفر بتاعك اكبر دليل جواز الصفر دليلي على المدة بالظبط فقلت لي يعني قال ننزل وجواز الصفر اكبر دليل لو تحط صمعك في عين بالظبط قلت له ماشي فانزلت وللأسف رحت رفعت عاضية وللأسف ليه لاني ماخدش حقي انت كنت عالس مواتهم يعني القضية بتاعتي دية بتاعنا حكتين اتنين من همش تالت اي راجل يمسك الست بتاعته في موقف الخيانة لازم يقتلها انت بس اكتاش وقت خيانة لازم يقتلها انت مش وقت خيانة مش تلبس اه لازالك نتداد التلبس مين واحدة بتولد على خانس سوشور 28 موستان في مؤجزات بتحسن مؤجزات دي كانت اي من رسول ما كانش فيه تحليل دي اني وما كانش فيه الكلام دي خلي علبك عامر بالايمان ما هي حاجة من اتنين يا اما الراجل يشوف مراته خيانة ويقتلها ده هيبقى الراجل انما الحل التاني انت بتستعر لما راجل يخش يلاقي واحد مع مراته في البيت ابسط الامور له والله من انتوا قيمين خليكم ده فيك فتلية تحت انا انزل تحت انزل تحت انا وبعدين يبقى اطلع نام في التاكس فوق تاكس تاكس اي ما تقتلها لانك لاملتك انا ولمرنتش تعمل له انك تبقى باذا bueno وبان مراقك هترحل الكم زي ما هتعمل معي عند الولاقة محكوم عليها انك كون رجل هذا راجل مقدم جوازات سفر مقدم اونا فارغط هال هي مقدم ايه بالزبط في المحكمة ومن اولئ لليها حضرتات تطلبها ما يخلي ساعتين سجن زينة عتعايز التان ازاي ما حكمت الاسرة والمتفوقين في بلدنا ملهوش كيمة ملهوش اي حاجة الدكتور اللي مولدها الدكتور اللي مولدها تحكم لها بدفقة الله ارحمه اكسم بالله العظيم دار الكافة على الكافة اريان هارس ويني نافع وينها مش بينتك بالدليل واشهد الدكتور وانتبع الله يبدو ان شهد اللي تفوقين في بلدنا يا دكتور ما يلومش لازا ولا لا انت مواجهتش مرتك خالص واني طالب من المحكمة يوم حوالي سبعة وعشرين تسعة الفين وستاشر انا كنت رجعت وقعدت في محافظة جنبنا وكنت باجي جميعا على كل يوم بالقطر وارح المحكمة فجزو اختها شفنا وطالب من المحكمة فارح قال ليه خادت البيت وخلعت ايوه اخواتها فين اخواتها تقول لهم ايه الموضوع اخواتها ما هو عارضهم مش عارضهم برضو اخواتها اخواتها اللي بتشوفون البلقاس يركبين التكاتك يطفوا علي اني بتطفى عليها انا بتطفى عليها استاذ واني ماشي في التلات اقسم لك بالله العظيم تلاتة اقسم لك بالله العظيم تلاتة الباب شوف البلد بيتطفوا عليها بيقورت بين فتحاتك ويتطفوا عليها يا استاذ ما اعطوا ليه ارسالة اه ما شفتها شفتها الشوتيمة دي اه 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 بس للناس انت نفعل في حالة يعني مش عايف اقول لك والله العظيم اه نفعله عليها شايفنا يا استاذ اه مكتوبة منزلين صورته وكادبين السلام عليكم هذا الرجل المجنون جاء في ظاهر اول امس طرق الزوجته واولاده جافل المنزل بسسلة وجفل واختفى ثم ظهرت عليه حالة من الجنون فعلى كل ما يلتقي بها ان يحذر منه انه متخلف عقليا ومعاق ذهنيا ومنزلين صور لا وصور تانية كمان منه اتخذ يعني عشان تعرض بس الفجر فجر الزوجة ده شو يصور تانية اتخذ ده شو يصور تانية اتخذ لكن انت ما شفتش مراتك من الساعة المنزل ابتدت بقى التهديدات بعد كده يا التنازم انا جالي يا غساين هنقتلك يا ابن فلانة ويا ابن الان اتمرت لأخته لو عايزين يقتلك هنبدل لقيت لطابع بس طبعا للأسف ما قدرت شاحن اي مركز بلاس بعد ما عرفت ان انا اقرايب قالوا لي قالوا ان احنا لنا اقرايب طبعا انا اقرايب اتفرق خليك بقى معي واتشوف القاضل اللي انا هشيلها من قبل اقرايبها وانحنا شوفنا الحلقة بتاعته وانت دلوقت ايش دمنك ان ابنك الكبير ده اللي عنده 11 سنة بتقول انه ابنك والله لحد دلوقتي انا ابتدتها تشوك انا كمان رغم انها كانت معي في السعودي وخلاص بقى الانسانة اللي بطريقة ديته واحدة سكتة تنتظر منها اي شئ لان دي انسانة سكتة وللاسف مفيش هساب عنده طب اللي عنده 11 سنة ده يا ابنة عارف ان ام وحشة يا انت حكيت له اصلي اللي وردنا هنش زمن هو عارف الله قال لك اي هو قال لي اللي ام وقت وانك لها حاجة تستقرروا انا حبس حبس الوات دي صنبو الوات لا الاه لالله هاي اقتني الوات هاي اقتني 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 ليه ده المفروض يقولي يعني المفروض الوضعين من أمه مزعين منها كند اقسم براهي العظيم تلاتة وضح سنة تبهي دي لأمه ايه بعت عليها لأمه بعتلها يا استاذ محاضر انها هتكي تستلمه ومارضتش ليه ده حاضر محاضر انها هتكي تستلمه ومارضتش كان ايامها بقى محكوم عليها اه محكوم عليها بسناتين سنة اه انها رفضت لي القضية لا القضاء المصري محادش كده العقب عليها يبع عليها السنتين وهيتنفزوا ما تقول لاش هيتنفزوا لسنتين ولا يتنفزوا عليها ولا طب دلوقتي رفعت عليك فعلا انها رفعت عليها قضية طالق ده بالادم كده ان جزخته جيب محكمة الاسرة ومحكمة الاسرة طبعا عليك الراجل اللي امعاز بيقى زي ذو الكلب اخرص الستة اللي بتتكلمه اللي اتبعها محمد بتاعها وجزختها هنتعرف محكمة الاسرة هجي قال ايه الراجل ده مرتبع 20 الف ريال في السعودية واقعد من السعودية بعد كده او فتحك مشاريع مياه غازية وحاجات من ده وعنده عربات بيتوزع تبدأ كده بدأ ايه السيد وزير الداخلية هبطلب منه والسيد وزير الصناعة يطلب منه اي حد يثبي انني عندي حاجاتي يا جدعان وانني كده باعني خده واخده حتي بس لو ما عنديش ويتحاسم لان ده عارف ان هي البنت بيتوزع ده اجراء اي واحد بيعمله يبقى الزوج موظف على جد حاله ويقول له ده عنده ملايين في البنوك وعنده شوء وعنده عمراض ده كلام حفظينه وكل مهنة بفاق الصالح والطالح مش هو ده اللي يزعلك انت دلوقتي راهية رفعت عليك قضية الطلاقة فعلا واجبت ارهابها انني مبادلها ومش عارفها واجبت شوء وطلقت فعلا وطلقت فعلا المحكمة طلقتها عشان انت راجل وحش حين انت راجل وحش انما الادار تعني عندهم مجاوز الصفر بتاع مشارطة الحركات لاندهم احنا بنا نقول دولة اوراق وطلقتهم الانت طلبه صعب لكن الانطلبه هي ساهر واجبت شعود فطلقوه لكن انت عايز تثبت تحليل دي اي 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 what والد مش ابنك وعايز النا عرف الود ابن مين سهراء طويلة وحاجر طعشه ما خالد اتفقدت السنة سنة تانية حاج مواز يا أستاذنا يا أستاذنا الفضل محكمة الأسرة الليه بقى ما تجيبش المواقف اللي زي ديت وتحكم فاها بما يرد الله وحكم مقاطع لو مش بنتي هي تتعاكم ولو بنتي أقصى العقاب لي لان انا بشهر كده طبعا بس انت معاك الدليل لخمسة وشهر وتماتي يا سيدي انا راجل نصاب ومفتري وكذاب زي ما هو تعالي ارمي بنتك هنا وقالوا له درجة ده مجنون خد البنت هيا تعمل له انت عايزين انتو بعدتلك كذا مرة ورافضت انها تتحلي انما ما رضيتش تيجي وتلفي من الشمال من ورد للمحكمة عاصلاني وانه وانه حقوة المرأة موجودة وحقوة الرجالة فيها واحنا ده احنا مصريين ومسلمين اقصم بالله العظيم تالي ده مسلمين ومصريين ما احناش يهود عيين في مصر واحدين ده لو يهود في مصر هيتعامل ويحترام وادب اكتر من الرجال اللي بتتعاملها في محكمة العصر حرام كده حرام كده حرام انني ابقى جاي ومعاك جوازات سفر بتثبي موت اتحاملني خلاص واشيون وانه وعشرين يوم واتحملوني بيني انتو بتقولوا التبلي حراف الاسلام طب والمكوف اللي انه ده في ايه ايه المكوف ده يا سيد النفر والله العظيم عقلوا اشيئة منه والله سعر اي حد كان يتجنن فعلا اخو اقول لها احضر لك هالحاق في شهر خمسة الفين وسبعتاشر جوز اخته واخوه وغلاد اخته طلوع علي عند مصنع الزيت والصابون عندنا في الملد هناك اتنيكي التعلق الساعة واحدة بالليل واتاخد مني فلوس واتاخد مني التليفون اتخد مني التليفون لي اصبح ضربك كمان عشان اتخد مني التلفون عشان اخدو اختني التسجيلات لان انا غري قلت لحب قلت على جزعتها كله مسجل كله مسجل عندي في التلفون بس كالازمة اسم أخوهم تلك الختلفون فاضربوكه خدوا الفلوس والتلفون وانت 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 اخبرها إلى زواج المصر الطيب الساعة للغلبة للاسف بقدسشى اذهبه مركز بالقفس اعرف ليه ؟ لانه رحت مركز بالقاف ساب Chanel 2019 يقدم لهم الصور اللي هم وقاللين عليها مجنون على الفيسبوك وصور تانية وصور تانية وانني راجل مهدد بالقتل منهم وانني بيتفع لك وعملت محضر والله لحد النهاردة محضر اللي انت بني مين انت معاك المستشار حازم على فكرة بأمان حزم ابو ناف هيجيلك حقوقها كله انت اسعت الاختيار في الاول لكن خلينا في المهم دلوقتي انت دلوقتي ابنك معاك وهي هربانة وخدت حقك وهو انت فعلا ده بتدفع نافة والمحكم حاكمت لك فعلا لك عليك نافة للبنت اللي هي بالجوازات مش بينتك تب تاخد مفاجأة تانية تاخد مفاجأة تانية من محكمة الوسرة بتاخد نافة الولد اللي قعد معها هيا حد النهاردة بتاخد نافة الولد ابنك اما ليه بتاخد معاك تب لو ما قعد معاك بتاخد نافة ليه لا بتاخد للنافة وبعدت لها انذار كذا مرة ان تجي تستهل ملالة بتروح الانظار بينجيني لان نستدل العلوانة طبعا انا كل اعرف يعني ازاي مش مانا في ساحة الفلوس بتروح تقبط بتقبط ابنك معاك انت وهي بتاخد النافقة بتاعته امه لا سيد المستشارة لازم لما كان يسلم النفقة عمل محضر باثبات حاله ان هو قاعد معي طب سيد المستشارة عمل اثبات حاله ان هو قاعد معي وهي اتعرض عن نيابه انت فكرة ان محكمته الاسرة هتعترب كده يروحوا جابلك واشا يقولك دخل اعيد معهم ده اله الا الله ما احنا مش عارف الحريب بتقدم ايه في محكمته الاسرة ما يقولولي جاهز انا كنت مقدم رزب لبا انا كنتش اقدم اوراق ومساندات يا جدعان وانا مقدم ايه ده ايه يا جماعة وانا جاي من مصر رسك الدرية يا أستاذنا ولا منطنطل للمنصورة ده جواب صرف اختام دولي انا فكرة انا عايزك تهدى انتش ايه يعني لو شايفيني اهدف ذا انا اقفها بس كده امسك الجواز عشان طعفوا الحال اللي هو فيه اهدف ذا اهدف ذا اهدف ذا اهدف ذا انسان مقبول اندي ربي بنت مش بنتم بس فعلها نافع وقع انا نافع اه حالان انا مش دافع تسجن مخيط عليك سنة سجن وتسجن ما هو احنا بلدنا كين القانون الحق فيها بطل والبطل وغير لا 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 ده حالات استثنائية لكن القاعدة بخير لا اه لا اه لا اكيف حكومت الاسئنا في العالب المنصورة تعرضني على التطب الشرعي واروحه هي مجيش يا سيئة الحرية من حقها ما تجيش ودفعها ودفعها قرامة 500 جنيه يعني من اجل 500 جنيه الرجال تعيش قودة ما هو عاشها 500 جنيه انا رجل قود ما تقوليش ان لابسته ونطبط لا يا استاذ لا حكموا علي بالعار الحكم اللي صدر ده عار علي من اجل 500 جنيه هي تاخدها المحكمة ده خدها ده عيش الرجالك عبادة اصلا هنجيبها منينا عشان نحللها بالعافية لا يا الله مالتك بتكبرني لا عندك اشهر فنان في مصر احمد ايز مرضيش يحلل ويثبت انه واد ولاده بس المحكمة حكمت غصبا عنه علي وسكان وضع مختلف كان على الراج مش عالست لكن لو عالست لو حلت وزح حياتك انت كان الوقت تغاية لا طب ازال طبعا انا ايه مفيش حد يجبر واحد على تحريك دين ايه المحكمة ما تقدرش تجبرك طب والمحكمة تجبرني ان انا يا ربي كده وخلاص الولاد للفراش مبدأ شرعي المفروض فقهي لك انها شرعي طب والتبنن طب ان حرام ومين اللي قال كده ده الشرع بقى كده الشرع قال التبنى حرام وانك تلفق لبيت من الحرام هو الحلال ما هو كده ما هو كده عندما قال لحضرتك الوقتين التبنى قولت له حرام مش الشرع على كده ولما طلب تحليلتي ان على جوال الصفا في اختام دولية وتقول لي لأ رب البنته ببعت للفراش فراش ايه تعييوش الناس كوادين كده يعني وغيري زنبين ايه زنبين ايه يعني احنا زنبين ايه طلباتك ايه حاج مغازم طلبات النتيجي المحكمة تجبرها النتيجي تعمل تحليل دين ايه وانت محتاج الدين ايه فيه خلنا متقين بقى انت مش محتاج الدين ايه انت معاك اكتر من دين ايه معاك جوال الصفر ان انت خدت مسافر مش محتاج الدين ايه لان الحملة مش طابعة قصر مش محتاج دين ايه ماشي محتاج ايه بس هم ما بعترفوش في كده ممكن احسب فيه غلط شوف الدين ايه ممكن ان ان تأهلي حسب فيه غلط لكن جوالات الصفر وشاهدة التحركات انت بنزلت مصر ايمتة ورجعت من مصر ايمتة اقوى مئة مرة من الدين ايه لا ازاي طب هم اعرابي منتها مش منتين في راجل عائل في الدنيا يرضى بكده يا جنعان الدين والاسلام يرضى بكده انت وشاركت دفعت لها كم الف حداشة الالف ربع مين دفعتهم ليه حداشة الالف ربع مين مش دي متجمد نافقة لولادك الاتنين منهم عيل جاعد عندك والتنين مش منتك ودفعت دفعت غزبا عنه ولت السجن لا بس بعد انها ان شاء الله ما دي احتفل السجن افضل ده اله ده الله طب امراتك الجديدة وولادك منها تبقى محتاجينك برضا السجن افضل ده خلي بك انت مفضلت على الحالة اللي انت بتكلمني منها دي اقسم بالله اعتمل حاكتين لا تقتل لا تتجنن وانا مش هازه اوصلت للي اتنين دولا والله بالصراحة يا رجل كنت اعتلت لا اله الا الله على فكرة اقسم لك بالله العظيم ناس قالوا لي وخش عليها ووعمل اي حاجة وقتلها ظنهم لأ نمشي بالقانون انا كنت تفكر ان القانونة يجيب لحقي الله وكيف انما انا لو اعرف كده قصما بالله ما كانت طالع من بالسلامة ولا كانت عايشة الحاجة خذت الجائمة ها خذت الجائمة الايمة محكوم لها بالايمة كمان محكوم لها بالجائمة اه لا وايه واحدة من الجزر قالوا لي وحمسة بقول لها لو في كرسة مكسور ما تخذوش خود المكان في الوقت عازك طب كده حاجة يعني وردك جائمة والدهب طب الدهب واخدها ومحك تطفل لا هتطفى حاجة سبنا عنك وهتاخد منك متعة اه وتاخد المتعة وتاخد المواخ وتاخد المواخ وهتيسجنك واني راضي بالسجن بس هاني يوم هتسجن ها هبقى ميت طب انت عرفتش من الشخص اللي كان معها واللي عمل كده الوضع قال لي الوضع قال لي ايه ابنك قال لك مين بقى اللي عمل معها كده قال لي اعمها اعمها اخابوها اه وكده بس طبعا لما راحت له المدرسة خوفيته بقى خوفيته ورجع تاني في كلام لا احاول لها كوتيلة بالله يعني احنا طبعا اه بنتمنى ان مجلس النواب والمشرعين عايزين نشوف حل لما العيل او الطفل بيشهادة البسبورة وشاط التحرقات ابو جه متى مش يقمد ازاي يحصل حمل ووليدة تصح تشهر مش ده اقوى من دين ايه طيب ضعيف ده كلام فاضي ده البسبورة تدي مزور طب هتوهنت حال يقول لك لها ما نقدش نجبرها هالتحليل هي ما بيجيش وعمل لها غربة خمسون جنيه طب انا مش بنتي انا بقول مش بنتي انا ابوها بقول مش بنتي يا محكمة يثبتوا انها بنتي يقول لها مش دورة الولد للفراشة وبيدفع لها نفقة وبيدفع لها وهيصرف عليها في المدرسة ويجوز هيا مش بنته بقانون والولد معاه والام اللي هي الزوجة الخينة بتاخد نافقة لها للولد وللبنت رغم من الولد معاه ده جبروت احنا بنصرخ للمشرع لازم يكون في تغيير لازم يكون في تغيير مش هينفع يا جماعة احنا كده فعلا بنعانم المشكلة خطيرة جدا صحيح دي حالات استثنائية صحيح يا حالات استثنائية واستاذ بس كده بيتفرغ عين النساء بيخلي السيطة عينها جامدة شوية وعارفة نقوم معها كده هيتفرغ عين النساء لان ايه انا اللي مخدش حاجة في قضية دي اتوالي محمد الالد ولا الناس انت ذكرتهم قبل كده ها هتكتر هتكتر وهتفكه مع حاجة يتعامل تحليل ولو طلعت بنت الراجل اللي هي بيفترع على مراته مفروض يكون اقصى العقوبة على الراجل بالزبط ولو انت ظلمها يموتوك اعدام لو طلعت بنت يا اخي اعدمه لو طلعت بنته اعدموه اعدموه احضر خاصة اعدموه اعدموه مش من المساعدة بقول لك مش عارب يا عدت مربطressive خلاق انا بس مش عازك هازك انا اعدك تاهدأ شويه انا فعلا لو استمرت بهου الله انت هتتجنى اللي هي homicid ومعاك المستشار حازم ابو ناف هاتبح وان اواث ان كان مش هي عنده مش وظيفة. فعايز اكتهده وان شاء الله حقك يجيلك بإذن الله. والله العظيم من ثلاثة الراجل المحترم اللي جانب حضرتنا. اه. اه. لما شخني قبل كده على الفيسبوك هو اللي اتصل بيه وكلمة. وقال لي تعالي وقضيتك دي قضيتي والله هو الواجه اللي ما نعز منك حاجة. الله عجب. ولما جت له النقط بقول له الادعام يا عزيزي الحزم قال لي لن قلت لك تعالي ومش عايز منك حاجة. ربنا كتر امسال. اعزائي مساعدين. مش نقدر نقول لله الامر من قبله وبعد. لكن هنقول صبرا جميلا والله المستعان. اشكركم.